السؤال بعد كده بيقول نوية العمرة من البيت وفي الاوتوبيس قال للمشف ان احنا رايحين المدينة ولم احرم من الميقات وبعد ذلك احرمت من ابيار علي فعال علي كفارة السؤال متلغبط السؤال متلغبط وفيه حاجة اسمع كده في الفاتو عندنا فيه حاجة اسمع استيفا السؤال محتاج استيفاء انا ممكن اتكلم عن جواب السؤال ده بشكل مطلق لكن احنا بنتكلم هنا على ايه على السؤال اللي جاي من حضرتك نوية العمرة من البيت وفي الاوتوبيس نوية العمرة من البيت انت مسافر من مصر طب مسافر من مصر خلاص وانت نوية العمرة فايه اللي حاصل فنوية العمرة من البيت ما انت نوية من البيت ان انت تحتمل خلاص فان هي خلاص انعقد وخاصة لو كانت امرأة هي مش محتاجة لا تخلع ثيابها ولا حاجة هي خلاص هي أحرمت بثيابها ده لبيك اللهم بعمرة فهي لو بتقول نوية العمرة من البيت وفي الأوتوبيس قال الموشف ان احنا راحين مدينة ولم احرم من المقات يعني ايه لم احرم من المقات يعني ايه وفي الطيارة ما قالتش ايه لبيك اللهم بعمرة هي قالت ايه يعني هي نويت في نفسها ان هي معتمرة لان هي بتقول نويت العمرة من البيت فخلاص كده خلاص طب اذا هي لما لبيتش لكن هي نوية العمرة خلاص بعد كده مع خلاص بعد كده معتمرة ولا هي بتقول نوية العمرة من البيت يعني اغتسلت وصلت الركعتين وأجلت إن أنا أنوي العمرة لما ييجي الميقات فإذن دي تفاصيل كتيرة لازم نسأل عنها التفصيل الأولى يعني إيه نويت وما ينفعش إن أنا أفتي على الأمر ده من غير ما أعرف يعني إيه نويت نويت العمرة يعني خلاص نويت العمرة وما يؤمناش بقى إذا كانت هي نويت وخلاص هي نويت وكده نويت قبل الميقات فإذا كنت نويت من البيت وسواء رحت على المدينة وبعد المدينة رحت على مكة وإنت ما عملتش أي مخالفة من مخالفات الإحرام أمرتك صحيح حتى لو نويتش من الميقات ما أنت نويت من البيت خلاص وأغلب الناس بينوا من البيوت فنويت إيه لبايك اللهم بعمرة واغتسلت بالمناسبة لاختسال وصلاة الركعتين دولة من سنن الإحرام مش من فروض الإحرام ونويت خلاص إن هي قيدة خلاص تلبست بعمرة فبعد ما سفرت ركبة الطيار وركبة الباص قال لهم خلاص أنا مش هنروح دلوقتي على مين على مكة ده إحنا هنروح على مين على المدينة راحوا سلموا على حضرة النبي وهي ما زالت محرمة هو أنا لازم أحرم من الميقات لأ أنا ممكن أحرم قبل الميقات فأنت لو نويت الإحرام ونويت قبل من البيت خلاص أنت إحرامك صحيح وحتى لو رحتوا المدينة الأول ثم رحتوا بعد كده على مكة لا يضر لا يضر إن أنت إيه رحت المدينة وبعدين رحت على مكة وبعد كده إيه اللي حاصل عملت كده لا ده أنا كمان رحت أيه عشان أنا مش فكرة فكرة إن أنا كده ما يبقاش نويت لا ده أنا رحت نويت من أبيار علي ما أنا روحت المدينة وبعدين روحت الراحة مع الدية هو السؤال هل أنت نويت لما نويت في البيت عملت مخالفة من مخالفات الإحرام لو ما عملتش كده ما معلكش حاجة إذا ما كنتش عملت مخالفة من مخالفات الإحرام في الرحلة دي الرحلة الرحلة اللي في الإثناء فليس عليك شيء ويبقى عمرتك صحيحة وليس عليك شيء وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك لكن لو كانت قصدك أن أنت اختسلتي وتوضيتي ويه ما نوتيش بعد كده هي دي المسألة اللي احنا محتاجين الاستيفة فيها لكن إذا كنت نويت بمعنى لبيتي وخلاص ونويت أن أنت من العمرة من البيت فأنت مش محتاجة تكددي النية عند الميقات فخلاص أنت كده متلبسة بالعمرة فإلا حاصل وكونك روحت المدينة وبعدين روحت بعد كده عشان تؤدي العمرة فليس عليك كفارة مدومت لم تقع في محذور من محذورات الإحرام